كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن التقص غداً للخميس سيسجل أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء حيث ستكون العظمى في القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية في فترة النهار و 8 درجات في فترة الليل ووفقاً لتوقعات الهيئة شهدت الأيام الماضية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية التي ستستمر لمدة 48 ساعة قادمة وذلك بسبب وجود امتداد لمنخافض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو متر من سطح الأرض وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 8 و 9 درجات على القاهرة الكبرى حيث نستشعر أجواء شديدة البرودة بمعظم المحافظات خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة التي لها ظهير صحراوي كما نشهد نشاطاً للرياح سرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة في أغلب المحافظات وهو ما يعطي شعوراً بالمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة